حلقة جديدة من التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي وأمر مروع بهذه الكلمات وصف مفاوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فليب لازاريني تسوية مقر الوكالة الرئيسي بقطع غزة بالأرض وتحوله إلى ساحة معركة المسؤول الأممي شدد أيضا على ضرورة حماية مرافق الأمم المتحدة وفيما تستمر الدعوات لتجنب استخدام المنشآت الأممية لأغراض عسكرية أو قتلية تواصل إسرائيل استهداف مدرس بكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتجعلها مسرحا لمجازرها ضد المدنيين الذين لجأوا إليها مكرهين غير آبهة لهذه النداءات فهنا بقيت أثار القصف واضحة في أرجاء مدرسة أبو عربان التابعة للأونروا في منطقة النصيرات الشاهد الحي على ما اقترفته ألة الحرب الإسرائيلية فيها منذ ساعات كما تطول قائمة استهدفات المدارس ولا تحصى ورغم كون الأونروا تشارك أحداثيات مؤسساتها بشكل يومي مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلا أن ذلك لم يجنبها الاستهدفات رغم تأكيدها مرارا أن منشآتها تستخدم بشكل أساسي لتقديم المساعدات الإنسانية لنزحين وتشير الأرقام إلى أن نحو 190 منشأة أممية تضررت أو دمرت ما أسفر عن استشهاد المئة من الأشخاص الذين يطلبون حماية الأمم المتحدة وهو ما يؤكد أن لا مكان آمن في قطاع غزة الذي ما يزال يعيش على وقع وابل القصف اليومي يؤكد مسؤولون أمميون كما أفد مفوض وكالة الأونروا في وقت سابق أن الاحتلال قصف ثلثين مدارس الوكالة منذ بداية عدوانها على القطاع وأنها أصبحت أماكن للموت أطفال مدطعين شباب ونسوان مدطعتين في العودة ما فيش إشي يعني اللي ينقول إنه ضربوا وما سنقول فيه مقاومة ولا أي إشي بين النسوان النسوان ما حينت وريخ؟ مدارس تؤوي نازحين لا معاقل مسلحين فالاحتلال عتاد طيلة أشهر الحرب فن التلعب بالحقائق وتطوعها لتبرير المجازر التي يقترفها تباعا وفي أكثر من مرة يقر جيش الاحتلال باستهداف مدارس تابعة للأونروا في عدد من المناطق بقطع غزة ويدعي كعادته وجود مسلحين فيها لكن ادعاءاته تفندها الدماء المراقة للأبرياء جرائم حرب تستدعي المحاسبة هو انتهاكات صارخة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية التي سجلت طوال أشهر الحرب يؤكد حقوقيون بيد أن إسرائيل تواصل حربها على القطاع دون هوادة ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية رحب الحمروني تارتي عربي